وسط هتافات الجماهير وأجواء رياضية مشحونة بالحماسة أزدل الستارة على بطولة الجامعات العراقية لكرة الصلاة حيث توج فريق كلية الكوتة بلقب هذه البطولة بعد مواجهة حماسية شهدت تنافسا قويا مع فريق جامعة كربلا بأربعة أهداف مقابل هدفين خلنا المباراة النهائية مع جامعة كربلا المباراة شارت تتميز من الندية والإثارة يطيل فترة المباراة لم أعتقل بها دقيقة صار برود أو ملل المباراة قوية مباراة تعرفت المباراة النهائية دائما تكون حاسبة ما تقبل القسمة على الثانين والحمد لله قدرنا نحسب المباراة من بدايتها قدمنا بأربع إهداف ننتيل مباراة أربعة الثانين الصالح الحمد لله والشكر نحن أدينا العلينا قدرنا نصنع فريق من خامات متعددة سوينه فريق يليق باسم جامعة كربل إن شاء الله من حيث التنظيم والمستوى وإن شاء الله بصمة ثانية بالنهايات نهايات البطولات اللي راح يصير ببغداد وكانت النتيجة التي منحت فريق الكوت لقبا مستحقا في بطولة جمعت نخبة الفرق الجامعية من عموم المحافظات العراقية خلال مشوار امتد لثمانية أيام وأفرزت مستويات مميزة لللاعبين حيث برزت بواهب شبابية تحمل أملا كبيرا في تمثيل البلاد على الساحة الدولية والتي أسفرت عن فوز كلية الكوت الجامعة وحاليا أسفرت بطولة المنطقة الشمالية عن فوز جامعة الأنبار ومنطقة بغداد عن فوز جامعة مستنصرية والمنطقة الجنوبية أسفرت عن فوز جامعة واسط مما سيترتب على ذلك انطلاق بطولة الجامعات العراقية ومن ثم الفريق الفائز الأول من المؤمل أن سيشارك في بطولة الجامعات العربية والتي ستقام في جمهورية مصر العربية إن شاء الله الفرق كانت قوية جدا والمنافسة كانت شديدة بين الجامعات وتأهلت منها أربع جامعات للمراكز الأربعة جامعة بابل وجامعة المستقبل واليوم هي جامعة الكوت الجامعة وجامعة الكربلة وبانتهاء هذه البطولة التي شهدت أجواء رياضية حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من الجامعات العراقية يبقى فريق كلية الكوت متوجا باللقب محققا إنجازا يضاف إلى سجله بجدارة في بطولة لم تكن مجرد مباريات بل منصة لإبراز مواهب شبابية تعد بمستقبل مشرق لرياضة العراقية من محافظة بابل محتز العبودي زاكروس تيفي